بسم الله والحمد والصلاة على رسول الله معكم المعلمة هيفاء أبرمان مدعس السابلة الثانوية موضوعنا اليوم خاص بطلاب الصف الثامن الفتح الإسلامي للأندلس مادة التاريخ في البداية أين تقع الأندلس أمامنا الأندلس هي شبه الجزيرة الآيبرية حاليا اللي هي مشكلة من إسبانيا ومن البرتغال بحدها من الشمال فرنسا من الغرب المحيط الأطلسي وبيحدها من الجنوب مضيق جبل طارق ومن الشرق والجنوب كذلك البحر الأبيض المتوسط واللي بيفصل ما بينهم بين فرنسا هي جبال لبرانس أو جبال الألب ونتحدث الآن عن مراحل فتح الأندلس اللي كانت على يد المسلمين في البداية متى بدأت الفتوحات الإسلامية للأندلس بدأت في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك وواليه على إفريقيا موسى بن نصير بين عام 86 ل 96 هجري أما الأسباب دفعتهم يتوجهوا لفتح الأندلس فهي نشر الدين الإسلامي بالدرجة الأولى تدهر الأوضاع السياسية والاقتصادية في الأندلس حتى نحمي حدودنا إحنا كمسلمين من خطر البيزنطيين تشجيع جوليان حاكم مدينة سبت المسلمين على فتح الأندلس مرة فتح الأندلس بعدة حملات هي في البداية حملة طريف بن مالك عام 91 هجري قام طريف بن مالك وهو أحد كبار قادة موسى بن نصير بحملة استطلاعية شو هدفها؟ أو لماذا قام بها؟ لمعرفة الأوضاع في شبه الجزيرة الآيبرية حكناها قبل شوي فشن سلسلة من الغارات السريعة على ساحل الأندلس عبر البحر المتوسط لم تجد قواته أي مقاومة تذكر يعني هاجمهم عبر البحر الأبيض المتوسط هاجمهم ما وجد أي مقاومة تذكر بل أظهرت هاي الحملة أنه هناك ضعف بالحاميات القوطية كانوا يسكنوا الأندلس بذلك الوقتهم القوط فما هدى ذلك لعملية فتح الأندلس عسكريا القوط المساكنين كانوا في الأندلس هم قبائل جرمانية قدموا من شمال أوروبا تجاه فرنسا وأسسوا مملكة جنوب غرب فرنسا وتوسعوا في جبل جزيرة الآيبرية الحملة الثانية لحملة طارق بن زياد وهو قائد عسكري مسلم قاد الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الآيبرية وهو من البربر لاعتنقوا الإسلام أثناء فتح بلاد المغرب حملة كانت عام 92 هجري دفع نجاح حملة طريف بن مالك إلى قيام موسى بن نصير والإفريقيا بتجهيز حملة بقيادة طارق بن زياد لماذا وجهت هذا الحملة؟ لأنه عندنا نجاح حملة طريف بن مالك فهذا شجع لفتح الأندلس فعبر طارق بن زياد من ميناء سبتة إلى ساحل الأندلس ونزل بجيشه حتى وصل إلى جبل كالبي اللي هو جبل طارق العرف في اسمه حتى الآن هذا هو مذيق جبل طارق اللي عبره طارق بن زياد وسميه باسمه مذيق جبل طارق لماذا سمي جبل طارق بهذا الاسم؟ لأنه نزل بجيشه ومر عبر مذيق جبل طارق استطاع طارق خلشوا أعماله أن يقضي في البداية الحامية القوطية ثم سار بمحاذات الساحل شمالا استولى على حسن قرطاجة فتح الجزيرة الخضراء وعندما علي مارد الريق أحد كبار قادة القوت بقدوم جيش المسلمين قام بعداد جيش للاقي جيش طارق بن زياد هذه المعركة عرفت بوادي لك في رمضان وإحنا الآن مقاربين على رمضان المبارك وكان من نتائجها أنه انتصر جيش المسلمين واستلينا على قرطبة وعلى غرناطة كذلك نشوف كيف هاي قرطبة وبجانبها كذلك سيطروا على غرناطة هاي جبل طارق اللي عبره الآن هل تعلم كذلك أن الجزيرة الخضراء التي غزاها طريف بن مالك تعرف اليوم باسم جزيرة طريف إلى هذا اليوم الآن ننظر فقط إلى وخطط فتحاتنا في الأندلس كلها بدأت من جبل طارق الآن حملة بوسى بن نصير عام 93 هجري عبر القائد موسى بن نصير مضيق جبل طارق على رئيس جيش كبير لماذا؟ حتى يتم فتح الأندلس وحتى يساعد طارق بن زياد حتى وصل بالقرب من الجزيرة الخضراء وعرف مكان نزل فيه باسم مرسى موسى الآن أعمال موسى بن نصير في الأندلس أنه بدأ فتحاته بالاتجاه الشمالي الغربي وصل إلى مدينة طلبيرة وهناك التقى مع القائد طارق بن زياد فرج على مدينة طلبيرة التقى مع القائد طارق بن زياد وشكل معا قوة عسكرية واحدة تمكنوا من فتح سرقسطة هيا سرقسطة إذا تجمعوا في طلبيرة وستطاعوا أن يفتحوا سرقسطة ثم تقدما شمالا حتى أصبحت جميع المدن عندنا تسقط واحدة تلو الأخرى والآن انتقل موسى بن نصير إلى إشبيلية واستقر فيها ونحدد الآن هذه إشبيلية استقر فيها موسى بن نصير أي إشبيلية الآن استقر فيها وبدأ ينظم الأمور الإدارية والعسكرية وعين ابنه عبد العزيز واليا على الأندلس واتخذ إشبيلية عاصمة له ووزع الجنود على الثغور من أجل حمايتها والدفاع عنها من الأخطار الخارجية الآن معركة بلاط الشهداء تور أو بوتي في عام 114 هجري شوف موقعها موقعة بلاط الشهداء في فرنسا إلى من توجهت أنظار المسلمين بعد فتح الأندلس النشر الإسلام طبعا إلى قلب القارة الأوروبية بقيادة السمح بن مالك الخولاني فوصل المسلمون إلى جبال الألب البرتات وطبعا للكت على حدود سبانيا أو الأندلس وفرنسا وهناك تجمعت قوات من الفرنجة للملاقات المسلمين جرت معركة فاصلة في شهر رمضان المبارك عرفت لديهم بيتور أو بوتي ولدينا بلاط الشهداء وكان قائد المسلمين في هذه المعركة عبد الرحمن الغافقي وقائد ديوش الفرنجة الشارل المارتل الملقب بالمطرقة النصر في البداية المعركة كان للمسلمين إلا أن المسلمين للأسف اعتقدوا أن المعركة انتهت فتفرقوا تاركي مواقعهم القتالية فتنبه الفرنجة إلى ذلك أخذوا يعيدون تجمع صفوفهم وعادوا الكرة على المسلمين فهزم المسلمين وستشهد قائد المعركة عبد الرحمن الغافقي وعدد كبير المسلمين لهذا سميت هذه المعركة ببلاط الشهداء لو انتصر العرب في هذه المعركة لكانت أوروبا الآن ضمن الدولة العربية الإسلامية الآن ترتب على هزيمة المسلمين في معركة بلاط الشهداء نتائج بالغة الأهمية فقد وضعت حد للتوسع الإسلامي في أوروبا ولم يحاول المسلمون من وراء ذلك التوسع في القارة الأوروبية أو الوسوء القسنطينية من جهة الغرب ومنذ انتجهت أنظارهم لفتح شمال إفريقيا والأندلس هيك بنكون إحنا انتهينا اليوم من شرح تاريخ فتحنا للأندلس ننتظرون إن شاء الله بحصص قادمة